عند حق هنري كيسينجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق لما قال عن قيادات البيت الأبيض الحاليين مجموعة من الحمقة اللي فشلوا في إدارة الملفات المهمة جدا على الساحة الدولية كل العالم كان بيتابع الهلفطة بتاعة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والمرشح الرئاسي دونالد ترامب والاتنين لما دخلوا مناظرة كانت في ضيحة بجلاجل بتحيط بجو بايدن كنا دايما بنقول إزاي إن الديمقراطيين صبرانين على جو بايدن بهذه الشاكلة لأن الراجل بيهلفط في الكلام حاليا دلوقتي بدأوا يستيقظوا إلى درجة إن بدأت تحدث انشقاقات غير عادية جوه الديمقراطيين نفسيهم لدرجة إنهم بدأوا ينتفضوا ويطالبوا باستبعاد جو بايدن عن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة والنص الثاني قال لك لا ده هو كويس جدا حطوه لإن هو عامزة العروسة المريونيت وبناء عليه إحنا نقدر ناخد أي قرارات في غياب من العقل بتاعه بدأوا ينشقوا على بعضهم في ذات الوقت اللي دونالد ترامب ترصد للجماعة وقلب الحرفي الواحد لو أنا سيقض في الانتخابات ديت مش هرحم حد المصير الأسود ينتظر بلاد العم سام تفاصيل خلال الحلقة ديت لكن قبلها شير وليك للفيديو ده وكم منتك الجميل أنا أحمد عبداليدي وإنت من حق التارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم تعالوا نجيب من الآخر حسب ما أشارت وسائل الإعلام الأمريكية نفسيها ضغوط النواب الديمقراطيين تتزايد على الرئيس الأمريكي جو بايدن المرشح للانتخابات الرئاسية دع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفرز إلى اجتماع أزمة للنواب الديمقراطيين لمنقشة أفضل طريقة لخوض الانتخابات الرئاسية مع عودة الكونجرس للإنعقاد في الأيام القليلة المقبلة لخطورة الموقف في قلب الولايات المتعدة الأمريكية وبالذات على دماغ الديمقراطيين السيناتر الديمقراطي مارك ورنر قرر تنظيم اجتماع مماثل في قلب مجلس الشيوخ الأمريكي وقبل كده ومنذ عدة أيام قليلة جدا اللي حصل بقى حضراتكم أن طلب أربعة نواب ديمقراطيين من جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي المقرر في شهر نوفمبر القادم وانضمت ليهم نائبة خامسة هي إنجي كريغ وقالت في بيان أنه في غياب رد قوي من الرئيس نفسه بعد هذه المناظرة اللي حصلت بين وبين دونالد ترامب واللي خسر فيها كتير جدا بسبب الهلفات بتاعته في قلب المناظرة دي وتصريحاته اللي ثبت بالدليل القاطع أنه هو مغيب العقل تماما فهي لا تعتقد أن الرئيس يمكنه إدارة حملة فعالة والفوز ضد دونالد ترامب بدأت الضغوط بشكل غير عادي على جو بايدن يعام جو بايدن أنت هتنسحب إيه اللي حصل بقى حضرتكم أعلن جو بايدن رفضوا الانسحاب من الانتخابات الرئاسية ورفضوا لمطالب الديموقراطيين بالانسحاب وقال إن هو هيخوض السباق الرئاسي ليهزم منافسه اللدود دونالد ترامب وقال إيه بقى لقد هزمت دونالد ترامب في عشرين عشرين وهزمه في عشرين أربعة وعشرين وقال أنا مش هسيب منظرة مدتها تسعين دقيقة إن هي تمحو ثلاث سنوات ونص من العمل أنا باقي في السباق وسوف أهزم دونالد ترامب استطلاعات الرأي أظهرت التساع الفارق في تقدم دونالد ترامب على جو بايدن الديموقراطيين خايفين من إن هي تأثر المخاوف المحيطة بالرئيس سلبا على فرص الحزب الديموقراطي في عمليات التصويت المختلفة رقم واحد الديموقراطيين عاوزين جو بايدن ينسحب من الانتخابات فورا لأن هم مصحيوا من النوم اكتشف أن جو بايدن بيخرف في الكلام وما هواش أساسا في عقله حاج أخي ده وبيلا مقدمات تم أنتوا بقالكم ثلاث سنين ونص بالزبط الرجل عمال بيهلفت لدرجة أنه هو مش داري طبعا أنا عاوز أقول لحضراتكم في مثل شعب مصري بيقول لك ضربة الرخوة بتمرة على اللكيع يعني ضربة الصوت اللي هو الكرباج موافق عليها الشخص اللي هو اللي مش كويس يعني ضربت ضربة فمبسوط من الضربة أيوة بس الضربة ديت أساسا غلط ومش من حقك بس هو ضربها يعني زي اللي بيوجه صفعة لمثلا خصم من الخصوم فالناس تقول له ده غلط فهو يقول لك سوريا يا جماعة ما عليش أستنى كنتش أخد بالي وأنا مكنتش مثلا في وعيه ولا حاجة فهو دلوقتي حضراتكم الديمقراطيين مبسوطين من الحالة اللي فيها جو بايدن لسبب بسيط للغاية أنه هو مش عارف بيتخذ القرارات إزاي مش داري مش في وعيه هم بيتحكموا في مفاصل الدولة الأمريكية اللوبيات هي التي تتحكم اللوبيات هي التي تتخذ القرار أصحاب المصالح هم المسيطرين على مراكز صناعة القرار الأمريكية النتيجة هم اللي بيديروا أمريكا مش جو بايدن وبالتالي هم مبسوطين من الحالة دي طيب الوضع الحالي إيه هم دفعوا جو بايدن للانتخابات عشان يستمر عشان مصالحهم تستمر النتيجة اتلاقوا نفسيهم واعين في خان تلياك اتلاقوا نفسيهم في مواجهة صعبة لو استمر جو بايدن بهذه الشاكلة من الممكن أنه هو يخسر الانتخابات يبقى خسروا مصالحهم وفي ذات الوقت هناك جزء كبير من الديمقراطيين بدأوا يحتجوا على استمرار ترشح جو بايدن للانتخابات الرئاسية بدأ تضارب المصالح أصحاب اللوبيات جوه الحزب الديمقراطي من جانب والديمقراطيين الحرصين على مصلحة الحزب من جانب آخر يخوانا هنفقد المرشح بتاعنا إحنا لازم نستبدله نصهم انقلب على نصهم لو أني جو بايدن فعلا فاز في الانتخابات وقعت أمريكا سودة لدونالد ترامب مش هيسكت طيب لو جابوا مرشح آخر يعني لو استبدله جو بايدن بمرشح آخر العمل إيه دونالد ترامب هو اللي هيفوز لأن دونالد ترامب قوي زائد أن الحاملة الباقية في الانتخابات الرئاسية مش هتكون مقضية لأنك إنت هتغير بقى وتجيب شخصية أين كانت الشخصية ديت إلا أن دونالد ترامب ماشي عامل زي القطر فدلوقتي أنت قدام حلين أحلاهم مر جو بايدن فاز في الانتخابات وده طبعا مستبعد جو بايدن فاز في الانتخابات دونالد ترامب هينقلب على النتيجة لأنه هو قلب الحرف الواحد لا يمكن أن نستسلم في حالة خسارة الانتخابات جو بايدن مستمر أصحاب المصالح بتتضارب مع بعضها إلى درجة أن هم بدأوا يولعوا الدنيا أول مرة أمريكا تواجه هذه الحالة بهذه الشاكلة العروسة الماريونيت اللي هم بيشغلوها وبيشغلها أصحاب المصالح بدأت طبعا تدخل في نفق مظلم وبدأت تدخل الجميع في كارسة لا يعلم مداها إلا الله التفاصيل الديمقراطينيين يكثفون الضغط على بايدن للانسحاب الكبير رغم المطالبات بانسحاب بايدن باقي في السباق الرئاسي وسأهزم ترامب في عشرين أربعة وعشرين صعود نجم كامالا هاريس كبديل لبيدن وحملة ترامب تتأهب للانقضاد عليها طبعا الوضع ده بيؤشر لصراع كبير جدا يعتبر بمثابة صراع جديد من نوعه على المستوى الأمريكي وأوع حضرتكم تتصوروا أن دي تلعب كارسة موسيقية زي ما البعض بيقول أو بيحاول يحلل ولسأدل على ذلك من أن اللي حصل سنة عشرين عشرين لما دوند ترامب رفض النتيجة فأنصاره اقتحموا منطقة الكابتل لأول مرة لدرجة من احنا شفنا صراع كاد أن ينفجر والدنيا تولع في قلب أمريكا وده أمر غير مسبوك في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية كلها وطبعا دونالد ترامب بيتوعد أن في حالة فوز جو بايدن في الانتخابات لن يلتزم الصمت والمراضي الدنيا هتولع أكتر أده احنا بنتابع ونشوف تطورات الموقف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر